اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة وصلنا للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 22 الشهر طبعا هاي زاوية سلبية جدا بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط على البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد حكومة بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمان والاستقرار وهنا لك احتمال وقوع حوادث كالحرائخ والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية والأمور المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 17 واحد بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها الساعة 14 و 47 دقيقة من بعد منتصف هاي الليلة اللي هي السبت على الأحد طيب نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا تأثيراتها إلها مستمرة من يوم 13 واحد ورح تستمر لغاية 16 واحد ذروتها اليوم الساعة 21 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع عشان هيك اليوم تحديدا لازم تبعدوا عن المشاحنات والمشاكل مع الأحبة بالدل على برضو هاي الزاوية على إنها هاي الفترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها راح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما إنها تتعرض لحضر مثلا يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث طبعا برضو في هاي الفترة تفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي وتحرر بمعناه السلبي كذلك من الأفضل عدم الاستثمارات في هاي الفترة أو المغامرات المالية لأنه البنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع إيجابية بين تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون ذروتها ساعة 2.10 دقائق صباحا بتوقيت غيرينيتش طبعا تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر تخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون ذروتها ساعة 8.39 دقائق صباحا بتوقيت غيرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ من الساعة 8.39 دقيقة صباحا بتوقيت غيرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12.8 دقائق ظهرا بتوقيت غيرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12.8 دقائق ظهرا بتوقيت غيرينيتش القمر بنتقل وبصير في برج العقرب عشان هيك منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو قراءة رواية بولوسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات مثلا أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائد الدودية من الآن لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتصير الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانى والجينات يعني بمعنى آخر من الآن ولغاية ساعات الظهر وعمليات التجميل لا تصلح هاي الأعضاء اللي ذكرناها لا تصلح لها عمليات جراحية خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة غير مناسب العمليات التجميل في ساعات الصباح ولكن في ساعات العصر فتصير فترة مناسبة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي لا تصلح للصبغ تصلح للحناء وأيضا لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة سبعة عشر واحد ببدأ خلو المسار الساعة ثنتين وسبعة وعشرين وستة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 23 يوم في تمام ساعة 10 و 46 دقيقة مساء بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يضل في العقرب لغاية يوم 17-1 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة 10% وطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% برانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود بمراحل صعبة شوي يعني بالمقابلة فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل الاهتمام تركيزه حول تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية أو مع الأزواج وبدكوا تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بأي التزام لأنه ممكن إنكم ما توفهوا فيه بالفترة القادمة أما في ساعات الظهر بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء بتصير أكثر إيجابية بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم إيش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل العمل والصحة هم الأشياء الملفتة للانتباه في يومك فعشان هيك بتكتو وصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا الأعمال جديد نظموا بين مختلف الواجبات بشكل جيد وما تهملوا صحتكم أما في ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة ممكن تعالجوا التباسات وسوء تفاهم خلال هذا اليوم يعني حاولوا إنكوا تعالجوها بموضوعية وحادروا الأمور اللي فيها قطيعة وحاولوا إنكوا تبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان لأنك أنت الحلقة الأضعف برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء ما زالت قوية جدا من الآن ولغاية ساعات الظهر على المستوى العاطفي والتقرب من الأحباء ممارسة هواية الحضوض بتدعمكم برضو طاقتكم وحيويتكم ممتازة جدا ممكن استغلال هاي الفترات بأي أمر بالتواصل مع الأحبة أما من ساعة الظهر فهنا بيبدأ العمل بالتراكم وبدكوا تنتبهوا لصحتكم لأن الخمر رح يصير في بيت الصحة والعمل بتجدوا أن الأعمال بلشت تتراكم عندكم أو ما في قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال أو ممكن تضطروا للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدكوا تحاضروا المشاكل وخصوصا المشاكل الصحية والخلافات ما بينكم وبين زملائكم بالعمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان التركيز رح يظل موجود على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة الاهتمام بالمسكن شراء قطعة أثاث تصليحات ترميمات مناسبة اجتماعية من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر وأنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتفاهم معهم طبعا اليوم نشاط عالي جدا على المستوى العاطفي والتقرب من الأحبة ممكن يصير فيه اهتمام بصحة أحد الأحبة أو مشكلة بك تكون لأحد الأحبة بتحاول أنك أنت تساعد فيها يعني اللقاءات العاطفية ممتازة اليوم برضو الحظوظة بتدعمك بشكل جيد وممكن تحل بعض المسائل اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط والحيوية والاتصالات والحوارات والنقاشات هي اللي طاغية على الوضع يعني ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الطاقة والحضوظ لغاية ساعات الظهر وبرضو بإمكانكم تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران تناقشوا أي موضوع وتقنعوا أي شخص بوجهة نظركم أما من ساعات الظهر فهنا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فالتركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة على السكن على ترميمات وتصليحات أو واجبات اجتماعية أو أحد أفراد العائلة بيكون عنده ضرف معين وانت رح تهتم في أكثر أهم شنك ما تفرض رأيك فترة جيدة على المستوى العائلي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الأجواء جيدة على مستوى المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو هدايا ولكن احذر من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة أو انتبه على أموالك برضو من السرقة والضياع وابعد عن المغامرات المالية أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بتنشطوا بالاتصالات والسفريات القصيرة والتنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات بتكون برضو لصالحكم أكثر وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار يعني رح تكثر عندك النشاطات بشكل كبير والاتصالات رح تكون كثيرة جدا فحاول تستغل الوضع لأنه في كثير من الحضوض لا إلك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط من الآن لغاية ساعات الظهر مع هيك ما تبادروا في أي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم الاعتيادية ثقتكم بنفسكم كبيرة برضو وقدرتكم على الإقناع ممتازي وأيضا العاطفي عندك جياشي أما من ساعات ما بعد الظهر من الظهر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم والتركيز بصير على الأمور المالية في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو ممكن تعالج بعض المتطلبات أو المطالبات المالية أو الفوتير يعني اهتمامات مالية ومكاسب مالية ولكن احذر من المصري برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة من الأجواء ما فيها نوع من أنواع التعب وأي شخص بوعدك بشيء ما رح يوفي فيه وحاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بتبلش تتغير الأمور للأفضل على صحتكم على طاقتكم بتستعيد حماستك بتصير جاذبيتك أكثر طاقتك بتصير أوفر وممكن إنجاز كثير من الأمور أو البدء بأمور كان صعب أنك تبدأ فيها بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا النشاط ما بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية هو الطاغي على الساحة من الآن لغاية ساعات الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض المعارف أهم شيء أنكم تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لكم خلال ساعات الصباح حاولوا قدر الإمكان أن تستفيدوا من علاقاتكم الاجتماعية أو حل بعض الأمور اللي كان يعني خلاف أو سوء تفاهم مع الأصدقاء أما من ساعات الظهر هنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم وحاولوا أنكم أتوقعوا على العقد وما تبدأوا عمل جديد لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب معناته فترة فارغة من الحضود وأيضا الطاقة ضعيفة جدا برج الجدي بالنسبة لموليد الجدي طبعا ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بدهم يقدموا على عمل أو بدهم يعملوا مقابلات أو يعززوا علاقاتهم مع رؤساهم بالعمل من الآن ولغاية ساعات الظهر الأجواء جيدة وممكن تدافع عن سمعتك أو تبرر شيء كنت متهم فيه أو وجهت إليك أيدي الاتهام بالفترة الماضية بتقدر تدافع عن سمعتك وتحافظ عليها وفي نفس اللحظة ابعد عن المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين يعني ما تشوه سمعتك نهائيا من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بتصير الطاقة عندك اجتماعية أكثر فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اللقاء أو اتصال بعض الأصدقاء لا إليك من خلال العلاقات الاجتماعية رح تستفيد بشكل كبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بتنشطه بأمور السفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب والحوار والنقاش بالمسائل الفلسفية أو الامتحانات الجامعية ولكن اللي بدو يتقدم لامتحانة ومقابلة بدو يركز بشكل جيد أما من ساعات الظهر فوما بعد بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتخضعوا لعدة تجارب مهمة وبرضو اليوم بإمكانك تعززوا العلاقة مع المسؤولون أهم شيء أنك ما تغامر وما تجازف لأنه زي ما حكينا هذا بيت السمعة وبيت السمعة يعني في قابلية لأنك إما أنك تكرم خلال هذا اليوم أو تدان وخصوصا بالفترة بالأيام القادمة طالما القمر موجود في برج العقرب فعشان هيك بدك تركز وتحافظ على سمعتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خصوصا الأموال اللي معك شريك فيها يعني أموال الزوج الزوجة أموال بنك أو الضريبة أو التامين أو أي شيء معك شريك فيه فعشان هيك بدك تنتبه على هاي الأموال بشكل جيد خفف من نفقاتك ما تغامر بالأمور المالية نهائيا بالأيام هاي ممكن أنك تطالب ببعض الحقوق لا إلك من الآن ولغاية ساعات الظهر أو تهتم بتحصيل بعض الأموال ولكن ما تجازف أنت بالمصريف أما من ساعات ما بعد الظهر من الظهر وما بعد هنا بتنشطه بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والإعلاقات مع الأجانب أو الامتحانات أو الدراسة أو الأمور اللي إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية الأجواب بتصير جيدة لصالحك وهي الأمور اللي ذكرتها رح يكون فيها كثير من الأمور لا إلك أهم شيء إنك تثق بنفسك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء